هل دم النبي صلى الله عليه وسلم طاهر؟ لا ليس بطاهر لا ليس بطاهر اسمعوا هذه الحجاج والبينات أبدأ لكم عاجلا حتى يتثبت المؤمن كل المسألة التي بنوا عليها رجسهم وخبثهم وضلالهم بنوها على قياس مقلوب لا يفعله إلا جاهل أعمى قرأوا آيات تحريم طعام حرمه الله علينا فحرم فيه ميتة ودمى ولحم خنزير فمن هذه الآية أن حرم الله الميتة والدمى ولحم الخنزير ثم قال الله عن الخنزير وراءها فإنه رجس والكلام عن الخنزير جعلها شيوخكم العلماء بالقياس على المؤمنين والكلام عن الأنعام والبهائم والدواب الكلام عن المطعوم فقاس الطاعمة على المطعوم وقاس الآكلة على المأكول وقاس الأنعام والبهائم على المؤمنين ثم بغوا على من علمتم وانتهوا بقياسهم الأعمى الخبيث الرجس النجس إلى ما سمعتم فالمسألة عباد الله أصلها من هذا العمى القياس كما قال الأول ما عبدت الشمس والقمر إلا بالقياس فقاسوا دم الميتة ودم الأنعام إذا أهريقت أو سفحت ثم قال الله أو لحم خنزير فإنه رجس قاسوا هذا على المؤمنين الذين حرم عليهم هذا أرأيتم أضل وأجهل من هذا ولم يرقضوا أن ينتهوا إلى نبي الله صلى الله على محمد وآل محمد يعجب المؤمن الذي يسمع هذا يعقل أن العلماء على هذه الضلالة والسخافة والسفاهة كانوا لا يعقل المؤمنين سيقولون لا يصدقون ناس مما يصدقونني سيعجبون على هذا ألف ومئتي سنة العلماء كما يقول هؤلاء وسأقرأ لكم إجماع الإجماع إجماع على نجاسة إجماع على النجاسة والرجس حتى أرداهم بها شيطانهم حيث قال قائلهم هذا اللئيم جيد إن فتحت مسألة فسمع هذا وكان واجب نصر لله ولرسوله محمد صلى الله على محمد وآل محمد ثم كشف للأباطيل وميزان للإجماع الباطل الساقط هاتوا نرى عباد الله هذه صفحة شبكة للعلماء والمشايخ وأهل الدليل والبينة الذين أخذوها شيخا عن شيخ من شيخهم هكذا يقولون لك من شيخك الذي ورثك فتاوى النجاسة والكذب على الله وعلى رسوله وتنجيس المؤمنين حسبك قبل أن أبدأ حين يتكلمون في هذا لا يوردون حديث نبي الله ميزانا في المسألة أن قال المؤمن لا ينجس أن قال المؤمن لا ينجس وهذا في العلم إطلاق المؤمن لا ينجس والمؤمن يكون بدمه لحم المؤمن من دمه كان ولا يقاس غائطه على دمه دمه به نبت لحمه هذا الكلام للجهلة اسمعوا عباد الله هذا الحديث كما قلت لكم ميزانا أصلا على رؤوسهم لا يريدونه حتى يتبينوا منه ماذا قال نبي الأمين المؤمن لا ينجس فنبي المؤمنين المؤمنون لا ينجس كما قلت لكم رجعة هذه الصفحة اسمها الإسلام سؤال وجواب الإسلام يسألون أولئك الأصاغر الجهلة فيجيبون في الدين العظيم سئل هذا صاحب هذه الصفحة أو العصابة التي فيها يقول له السائل بعد سؤال فيه ما فيه قال ما هي الأدلة على نجاسة دم الإنسان والحيوان كما يقولون وميتة الحيوان أنا أعفيه من الحيوان كما يقولون والميتة أتكلم عن دم الإنسان وعن دم الذي دخل به الإنسان الجنان عن هذا هو الكلام قال ما هي الأدلة على نجاسة دم الإنسان فحين أنكرت على ذلك اللئيم الخبيث ظن ولعلهم يعذرون الجهلة أن كيف تقول هذا لا يقول ولا ينطق عن الهوى الناس الآن هؤلاء المغررون يظنون أن هؤلاء لا ينطقون عن الهوى إنهم إلا وحي يوحى فكيف تنكر عليه فإذا طعن في نبي الله فالقول ما قال وقبل أن أنسى وليذكرني المؤمنين إن ابن لعثمين الآخر قال في نبي الله ما لا يقوله مؤمن ما لا يقوله من بلغ حياء شطر أعشار أعشار الحياء لا يقال ولكنهم يخذلون لآم حملوا دينا ليس دين نبي الله حتى كذبوا وطعنوا في نبي الله بالله ثمين فإن ذكرت فسأقول وإن نسيت فذكروني فاسمعوا العلماء لأن سأتيكم من ثلاث صفحات أو صفحتين لأن الثالثة على مثلها ومن ظن أنني أخفي شيئا وأن وراءها علما أخفيته وأن عندهم علما لم يتبين لي فليطلع لنا قرنه أبين لكم أنهم بالإجماع جهلة وأنهم ضلال سفهاء ما ظن مؤمن أن يبلغ سفاهة وجهالة هذا القدر اسمعوا يجيب هذا المذكور قال الدم السائل نجس اسمعوا أيها المؤمنون باتفاق العلماء جيد لو كانوا يعلمون ربا أو نبيا يبدأون بها ولو كان حجة من الله ورسوله ما كان لهم أن يبدأوا باتفاق العلماء عباد الله إن العلماء لو لم يصبر نبي الله جهادا لرب العالمين لكان العلماء يهودا أو نصارى أو مجوسا فليعلموا هذا وليحفظوه قبل أن يقدموا بين يدي نبي الله إن فيما يحفظ المسلمون من صحاحهم أن الله أنزل في أبي بكر وعمر لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فلا يقدم أحد بين يديه اسمع بما بدأ الجهلة باتفاق العلماء نجس لا بأس هاتي هاتي الأدلة دل على ذلك اسمعوا عباد الله هذه نافعة إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء من المؤمنين الذين سيعلمون هذا على ما أسس بنيان هؤلاء جرفا هار هذه فتنة هدى يعلم فيها ما لم يكن يعلم من خبثهم ولؤمهم ورجسهم الذي هم فيه قال دل على ذلك أدلة صريحة صريحة في الكتاب والسنة منها قوله سبحانه وتعالى حين حين يقول لك أدلة منها فقد أتى بأبيانها أنا أرغمه عباد الله أنا أعلم ما هم فيه ولا يظن واحد من الولاد أنه غاب عني وأنا يعني لا أعلم ما هم فيه طرائق هؤلاء الولدان الأصاغر نعرفها شبرا بشبر وأعلم بنيانهم على شفى جرف هار اسمع قال أدل من الكتاب والسنة صريحة منها إذا قال منها كما قلت لك أتى بأبيانها عندهم اسمعوا قال الله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه السائل سأله قال ما هي الأدلة على نجاسة دم الإنسان و فالسؤال على دم الإنسان والمجلس على دم الإنسان والأدلة عنده على دم الإنسان أعفيناه من دون ذلك جيد ارجع قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه قلت لكم أسسوها على قياس الطاعم على المطعوم والآكل على المأكول والإنسان على البهائم والسفل مثلهم على الأنبياء المكرمين فهمتم كيف يقيسون قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور الرحيم أدلة صريحة من الكتاب منها أبينها أو حدها لما قال لك منها هاتي غيرها نسمع ألفا ومئتي سنة فحين يأتي لمسألة يرمى بها النبي بما رمأوا الأصل عندهم ما لا يرد من قبل العرش فالكلام نسأل على عدم الإنسان فبدأ يتكلم على حرام الطعام على حرام الطعام جيد فقال أو دما مسفوحا قال قال الطبري هذا هو يقول وراء الأية تماما الرجس النجس والنثب أنا ليس عن هذا نسألك يا غلام نمشي الرجس النجس وأما الدليل من السنة الصحيحة فالكتاب لما قال لك أدلة صريحة من الكتاب والسنة الدليل الذي رمي به نبي الله بهذا القول النكر ولا أقول الكلمة التي يقولونها فيرمون بها المسلمين فيخرجونهم من الدين لا أقولها هذه الكلمة التي قالها فرمي بها نبينا ورب السماء إن حملة العرش يغضبون لهذا النبي بعد رب العرش العظيم فسمعتم بما رمي نبي الله سمعتم الدليل على أن دمى نبي الله كما قال الخبيث اللئيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه سمعتم فصار الكلام عن دم نبي الله محمد سمعتم العلماء والأصول يقولون لي أنت درست لو درست لم لا لو درست ما يقولون لضللت كما ضلوا وهلكت كما هلكوا أتبعنا اللهم ربنا هذا النبي الأمي لا نضل ولا نبدل ولا نحدث أرجع قال وأما الدليل من السنة الصحيحة اعجبوا أيها المؤمنين إن تعجب قال رب العالمين إن تعجب فعجب قولهم هذا هو عباد الله علماء ألف ومئتي سنة يجمعون على نجاسة دماء المؤمنين ثم بهذا الإجماع يقولون أما من السنة الصحيحة فعن أسماء بنت أبي باكر عليه سلام الله قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله على محمد وآل محمد فقالت اسمع عباد الله اسمعوا اسمعوا حتى تعلموا بما أوذي الله بنبيه محمد على محمد وآل محمد بما قيل في دم نبي الله ما قيل اسمعوا الدليل من السنة أن أسماء بنت أبي بكر سألت نبي الله إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع فقاسوا دم الحيض على دم الأنبياء بهذا بهذا قال الكلب ما قال بهذا قال الخبيث ما قال اسمعوا من غار عليه من أنكر كلمة عليه لأجل ما قلت في الله ورسوله فهو مثله وهم جميعا بالإجمع في خندق واحد في حفرة وويل ومهلكة واحدة ها قد سمعت أدلة شيوخك إما دم الخنزير إما دم المطعوم إما دم البهائم والدواب أو دم الحيضة فيصير دم الأنبياء كما يقول الفجرة المحدثون الأخباث ها قد علمتم ارجع قال يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به قال صلى الله على محمد وآل محمد قال تحته ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي به فهو علمها الجواب تسأله دم الحيضة قال تغسله تحته تغسله ثم تصلي به سمعتم كلام عن رجس أو نجاس أنا لا أقول أن دم الحيضة طاهر أنا ما أكلت ولا أقول ما يدندنون إننا وراء هذا النبي الأمي ولكن أنا قلت عجبا يعجب كل مؤمن أهذا دليلكم على دماء الأنبياء ما قلتم أيها الأخباث على هذا اسمع إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء يهدى بهذا كثير من المؤمنين ليطهروا من الرجس والنجاسة الذي ورثوها وحملوها من آثار هؤلاء دم حيضة هذه الفتاوى عباد الله التي طالت من طالت أنجسوا من دم الحيضة هذه الفتاوى التي هم فيها وهذه الطرق التي انتهوا بها إلى من سمعتم أنجس من دماء الحيضة إذا دم الحيض تغسله القرضة والحتة والماء هذه الفتاوى لا تغسلها سبعة أبحر تعالى الله العظيم اسمعوا وعجبوا هو يقول هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وقد بوّب عليه البخاري هو يقول باب غسل الدم فالبخاري لما بوّب عليه حجة عليهم وليس حجة لنا حجتنا من يحتج به إبراهيم وموسى بن عمران وعيسى بن ماريام والنبيون من نوح إليه على محمد وآل محمد صلوات الله إذا جمع الله الأولين والآخرين حشرهم على قدمه هذه الحجج ولكن إذا احتججت فقالوا بوّب له البخاري هات بما بوّب له البخاري باب يعني نسأله باب نجاسة الدم باب أن دماء الأنبياء كما يقول الفجرة بوّب عليه البخاري باب غسل الدم رحم الله الرجل أنني لست عدوا لمن قال فصدق ونقل فصدق ولم يبغي ولم يحدث رحمه الله له البخاري هو ما سألناه أن يبوّب ولا ندين بما بوّب ندين بما حدث قال قال نبي الله إنما بما بوّب باب غسل الدم فكيف انتهى العقلاء أنه نجس أزيدك الكلام عن دماء الحيض أيها اللئام فكيف صار الكلام عن دماء الأنبياء إن من حلم الله أنه لم يخسف بهم حتى الساعة وأن لم يكسف كسفا من السماء بهم حتى الساعة يعني قبل أن أنسى لما يتكلموا يأتوا بدم الحيض بدم الحيض دليلا على نجاسة الدم في قولهم هذا ما ينقلب عليهم إذ احتججت بنجاسة دم الحيض صار الآخر اللي هو الدم الآخر ليس نجس لأن الحيض علة النجاسة بقولك أنت بقولهم ما الذي جعله نجسا لو كان أنه دم لما لزمك الحيض ولم احتجت إلى مسألة الحيض إنما أنجسته بالحيض فإذ أنجسته بالحيض طهر بغير الحيض هذا الكلام له ولكننا نحن الأمين لسنا على هذا لم نسمع النبينا ما يزعمون فلا نقول قال خاتم النبيين صلى الله على محمد وآل محمد إذا أمرتكم بشيء فأتوا منهم استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا وإياكم وكثرة المسائل فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم حتى طعنوا أنا أتمها حتى طعنوا بأنبيائهم خالفوهم وطعنوا بهم هل دم النبي صلى الله عليه وسلم طاهر؟ لا ليس بطاهر لا ليس بطاهر قال المسألة الثانية حكم دم الشهيد اسمع دم الشهيد طاهر ما دام عليه اسمع هذه التقييدات تسمى دم الشهيد طاهر ما دام عليه وهذا الانفكاك من أين لك به؟ أرجع لما قال اللئيم الذي في الكويت هذا الخسيس اسمع يا هذا إذا سمعت قولي فيه فأنكر قلبك نصرة له فأنت مثله نصير له على نبي الله محمد صلى الله على محمد وآله محمد ذاك هو المذكور قال أنه الدم دم نبي الله طاهر ما دام فيه فإذا خرج قلنا له أيها اللئيم اسمع الكلام لهذا أيها اللئيم أيها الخبيث ورب العالمين لو نكرني كل الناس وأنكرني كل الناس وعاداني كل الناس لأجل ما أقول ما رجعت خطوة لما أقول نصرة لله ورسوله اسمع ماذا قال قال دمه طاهر ما دام فيه فإذا خرج أيها اللئيم من أين لك هذا التفريق وأنه إذا كان فيه فإذا خرج من أين سيقال لك الدليل أو دما مسفوحا أي إذا سفح كل له يا هذا الآية التي في سورة الجمعة يا هذا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا يا هذا الآية التي تلوت في الدم المسفوح كانت في الأنعام والدواب بالمأكولة ما لها ولدم نبي واضح فلا تظنوا أن عندهم شيء ما عندهم إلا ما سمعتم حملوا دماء الأنعام على دماء الأنبياء لتعلموا الجهالة والسفالة والضلالة التي هم فيها ما حل لعبد أن يعلم أصل المسألة التي نحن فيها ما أصلها؟ دم النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد ثم لا يغار ثم لا يقولهم ولا يردهم ولا يغلظ لهم فيما قالهم فدم الشهيد قال طاهر ما دام عليه أنا آسى للمؤمنين إذا قرأها المؤمن ظن أنهم يدينون لنبي إذا قالوا هذا عن نبي قالوا هذا ولا يعلمون أنها عن مسيلم الكذاب أو عن شيطان من الشياطين الدليل أن دم الشهيد طاهر اسمع ما دام عليه ما دام عليه طالبيوهم بيه نجاسة دم الشهيد إذا انفك عنهم هذا المفهوم الخطاب هاتي عن جابر عليه السلام قال النبي صلى الله على محمد وآل محمد الدليل أن دم الشهيد طاهر ما دام عليه الدليل ادفنوهم في دمائهم ته أين الدليل أنه ما دام عليه أين الدليل ما دام عليه فإذا جاء صاحب يدفن شهيدا فمس دم الشهيد يد الصاحب تنجس الصاحب بدم الشهيد أزيدكم من هذه المسألة دم الشهيد طاهر ودم الأنبياء ليس طاهرا أزيدكم قبل أن أنسه يسأل عثمان ذاك اللئيم الخبيث يسأل عن براز الأنعام والطير براز الطير والأنعام فقال ما حل لحمه فبرازه طاهر برازه علمتم يا عباد الله برازه برازه الغنم والأنعام والبقر والطير ما حل لحمه برازه غائطه أقرب لكم لا أريد أن أقول الكلمة التي تليق بهم برازه طاهر فيقول هذا الأعمال لئيم برازه الطير والأنعام والبهم طاهرة ودماء الأنبياء ليس الطاهرة أو الكلمة التي يقولون براز البهائم والطير برازها طاهر ودم الأنبياء ليس طاهر دم الشهيد طاهر ما دام فيه ثم لا تجد دليل أي عمان أي جهال الحمد لله أنه فتح عليهم مسألة تخرج أضغانهم وخبثهم الذي هم فيه اسمعوا أيها المستسلفة وأتباع المشايخ ياك أن تستفتح على نفسك مسألة ورب الأنبياء أقعدن لكم أخرج ما عند مشايخكم أسفل مما ورث بنو إسرائيل عن أحبارهم أثبتوا ولا تقوموا أسكتوا خيرا لكم قال وجه الدلالة إياكم أن تظنوا أيها المؤمنون أنهم يأتون بالدليل فلا يفقهون الدليل وجه الدلالة من هذا الحديث ادفنوهم في دمائهم أن دم الشهيد لو كان نجسا لأمر نبي الله صلى الله على محمد وآل محمد لأمر بإزالته عن بدن الميت قبل دفنه وجه الدلالة فأين إذا نفك عنه قبل أن نخرج من هذه إذ الكلام عن الشهداء محفوظا معروفا مروي خيرا من كل ما رووا من أباطيل شيوخهم أن الصحابة كانوا يصلون في جراحاتهم أي يصاب أحدهم فيدمى ويجرح فيدمى فيصلي بدمه فقال شيوخهم اضطرارا إنهم جهلا هؤلاء الذين قالوا جهلا لآمن ليسوا على شيء حين طعن أمير المؤمنين عمر في محرابه في المسجد أتم صلاته ودمه يفعبوا فعبا يعني ما كان يسيل كان يخرج منه دفقه دمه أتم صلاته هبأ فقالوا إنها حتى يتم الصلاة فأتم الصلاة كما يقول السفهاء بلا وضوء هكذا يقولون قال انتهى الكلام عنهين عن أبي هريرة والذي نفسي بيده خاتم النبيين يقول لا يُكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يُكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك هذا وجه دلالة طهارة دم الشهداء علمنا ولم نكن نعلم إلا هذا هاتي الدلالة والدلالة والبيّنة والبرهنة والحجة على نجاسة دمائهم إذا انفكت عنه الباب باب نجاسة الدم لما تأتينا بالأدلة على طهارة دم الشهيد نحن الأميين نقول إن المؤمن كما قال لنا النبي الأمي لا ينجس فدمه الذي كان منه لحمه وكان هو منه المؤمن لا ينجس هذا وجه الدلالة من حديث نبي الله محمد على محمد وآل محمد صلاة الله فإذ قالوا إن الدم الشهيد نجس ما لم يخرج ما لم ينفك عنه هاتي ولا تأتنا بالدليل على طهارة دم الشهيد هذا معلوم عند الأميين هاتي الدليل على نجاسة فتوى شيوخك بنجاسة دماء المؤمنين فتوى النجسة احفظوها ويذكروهم بها فتوى النجسة الإجماع على الفتوى النجسة إجماع العلماء على الفتوى النجسة ما هي نجاسة دماء المؤمنين واضح هذه أنجس ما تسمع فتوى أن تسامع وجه الدلالة على حديث أبي هريرة في دم الشهيد لون الدم وريح المسك وجه الدلالة نحن نسأله عن نجاسة إذن فك قال وجه الدلالة أنه شبه ريح دم الشهيد بريح المسك والمسك طاهر فالدم الذي على الشهيد طاهر أيضا المسألة في نجاسة الدم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر